ومن كريم نروح لزمنا العزيز شريف شعبان نتعرف منه برضو على آخر أجوار المبارات فضل شريف بتاعتليك كابتن أيمن ولكل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان السوبر المصري ما بين فرقي الأهلي وطلاع الجيش على استاد الجيش ببرج العرب يا رب النهاردة التوفيق يكون مع النادي الأهلي ونفوز ببطولة جديدة بطولة السوبر تضاف إلى بطولات النادي الأهلي استاد الجيش ببرج العرب بعد فترة غياب بيعود إلى الظهور مرة أخرى بعد عادة تطويره يا رب بإذن الله النهاردة يعني كل الصور اللي شفناها إلى الآن حاجة طليق بمبارات سوبر مبارات الأهلي وطلاع الجيش يا رب النهاردة نكون وش ملعب حلوة على النادي الأهلي ونفوز طبعا على فريق طلاع الجيش أبدأ لك من خارج الاستاد التواجد الشرطي على أعلى أعلى مستوى التواجد الشرطي كبير جدا الإجراءات يمكن اللي اسمه في الكشف بيتم دخوله على طول اللي اسمه مش موجود ما بيتمش دخوله أو لا يتم السماح أصلا بالتواجد أمام استاد الجيش ببرج العرب من الشرطة المصرية بتقوم بدور كبير جدا في التنظيم خارج طبعا أصوار استاد الجيش ببرج العرب يمكن داخل الاستاد بقى في كل مكان بيتم تطهيره النادي الأهلي حريص أي مكان يتواجد فيه لعبي لازم يتم تطهيره طبعا من فيروس كورونا غرف الملابس سقعة المؤتمرات الملعب ديكت البودلاء كل مكان فيه استاد الجيش ببرج العرب بيتم تطهيره طبعا حرصا على سلامة لعبي الفريقين يا رب النهاردة بإذن الله يكون يوم موفق لنادي الأهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلاق على الجيش ونضيف بطولة جديدة هي بطولة السوبر محببة لكل جماهير النادي الأهلي أعود لك من جيد كابتن أيمن شكرا جزيلا الزميل العزيز الشريف شعبان وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله النادي الأهلي يحسمها كالبطولة رقم 12 بإذن الله من 18 البطولة لكاس السوبر المصري